السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة المقبلة تنطلق اليوم فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية من أجل ولوج سوق الشغل والاندماج في الحياة الاجتماعية الطاقة المتجددة استراتيجية تحظى بعناية ملكية سامية من أجل تأكيد رياضة المغرب الإقليمية والعالمية في مجال الانتقال الطاقي وحرص ملكي على تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بالقطاع الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم تدعو إلى استثمار الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس وتقرر عدم المشاركة في منافسة الشان بالجزائر في حال رفض طلب السفر عبر رحلة مباشرة وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد أن المخزون الوطني من دواء لفوتيروكس للمصابين بقصور الغدة الدرقية كافل لعدة أشهر والمرضى يتفاجأون بنعدامه في الصيدليات الروبرتاج نتابعه من الريبارت أهلا بكم يحضر معنا ضيفنا سيد عبدالصدق بن عدي الكاتب العام بالمديري العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مساء الخير مساء بنورسي استقبل رئيس جمهورية ليبيريا جورجوية بموروفيا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس كوري الذي سلمه رسالة من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وخلال اللقاء التزام بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز البرامج التنموية في مجالات التجارة والبنيات التحتية وفرص الشغل والكفاءات البشرية وتواصل ليبيريا والمغرب تعاونهم الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف مجالات التعاون وشراكة الاستراتيجية وقد وجه رئيسه ليبيري بدوره رسالة مكتوبة إلى جلالة الملك حفظه الله تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية انطلقت اليوم عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية فرصة جديدة أمام الشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية وولوج سوق الشغل والاندماج في الحياة الاجتماعية مهدي محب ابتداء من يومه الأربعاء وإلى غاية الخامس والعشرين فبراير المقبل ستتم عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023 الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم سواء بكيفية شخصية وعن طريق أحد أفراد أسرهم مدعوون إلى ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني الخدمة العسكرية برسم سنة 2023 تشكل فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية من أجل ولوج سوق الشغل والاندماج في الحياة الاجتماعية فالخدمة العسكرية تلقى إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب خاصة فئة الإناث كما تشير إلى ذلك المعطيات الصادرة عن عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية إذ أن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 بلغ 178166 الأرقام ذاتها تشير إلى أن عدد الشباب اللواتي تطوعن الخدمة العسكرية خلال الفترة نفسها بلغ 29.013 الشاب بنسبة فوق 16% من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم الإنخراط في الخدمة العسكرية يظل مبادرة تجسد روح المسؤولية والمواطنة الحقة التي يتحل بها الشباب المغربي هم رجال ونساء مستقبل هذا الوطن خدمة لأهداف نبيلة تقوم على ترسيخ قيم المواطنة وإذكاء روح الانتماء لهذا الوطن العزيز وكما أسلفنا يحضر معنا ضيفنا سيد عبدالصادق بن عدي الكاتب العام المديري العام لشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا إذن بداية نسيب نعدي تنفيذ التعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة لقوات المسلحة الملكية اليوم انطلقت العملية دي الإحصاء اللي كيتعلق بالخدمة العسكرية فنسألكم شنو التدابير اللي يعني تخته لضمان حسن سير هذه العملية وفي طبية الحال شكل ما يعني بها؟ نعم شكرا على الاستضافة أولا ثانيا كما قلته بأنه مجموعة من تدابير تخت باش نكونوا علف الموعيد لإفتتاح هذه العملية لإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية بالطبع المدة لإحصاء هي كي نصلقان على أنها ستين يوما وكان لابد من صدور مرسوم مقرر لوزير الداخلية اللي كيحدد بداية هذه ستين يوم ونهايتها والتالي صدر هذا المرسوم ودلقاء المقرر في الجارة الرسمية اللي يحدد تاريخ بداية 28 ديه واليوم وغيرت انتهي إن شاء الله في 25 فبراير يعني الإجراء الثاني هو انعقاد اجتماع دي الإجناء المركزية اللي كتكون كما كي نستعيل القانون من قاضي رئيس غرفة بمجلس الأعلى وممتل القطاعات الحكومية المانية وبعد ممتلوا على المؤسسات العسكرية والأمنية وبعد مؤسسات الحاكمة هذه الجنة تكلفت وضع الضوابط والمعايير اللي على أساسها غاليتم استخراج هذ الأشخاص اللي غاليتم دعوتهم لملئ الاستمارة دي الإحصاء الإجراء الثالث للدار وهو أن السيد وزير الداخلية خرج واحد البلاغ باش يعلن الرأي لعام هذه الإجراءات ويعلن الشاب بخصوصة بأن الحملة غايت تبدأ هامي حتالين وبالتالي هالإجراءات اللي خصوصهم يديروا يعني هذا باختصار اسمتو وبالتالي بأنه الآن لوائح ديال سخشت فرقات على العملات وبدأت العملية ديال دعوت الأشخاص المعنيين لمن الاستمارة طيب سيبنا هذه المقافلة نفسية قلنسولكم على الإجراءات اللي كتأخذوا يعني باش ضمنه الشفافية والمساوات يعني بصيغة أخرى واش العملية كتشمل جميع المواطنين نعم هذا كحيلنا نرجع أولا للخطاب للصاحب الجالة في 2018 اللي دعا فيه بأن الخدمة العسكرية ختكون يعني أن جميع المواطنين يكونوا سواسية أمام الخدمة العسكرية وبالتالي فطرق باش كيتم اختيار هاد هاد يعني اللوائح ديال الناس اللي غيرت تدعوه كيتم بوحد طريقة اللي كيتخدم فيها الحاسوب يعني يعني كتكون واحد معادلة حسابية هي اللي كتتتخرج الأشخاص من بإفلابز من خلاقا من قاعة المعطيات اللي متوفرة لدى وزارة الداخلية بمعنى أن العامل أن اليد البشرية لا تتدخل في الاختيار وبالتالي حتى اللوائح من التي يمشون العملات فالعملات الأقل بصورة المحلية ما كتقم إلا بتوزيع الإشعارات لدعوة الأشخاص الذين سمت دعوتهم مع العلم أن كما قلنا بأن هذه المعايير اللي تتم عليها يعني هي تحت إشراف الجنة وطنية مركزية تحت إشراف كما قلنا قاضي وبالتالي هذه المعايير اعتمدت جزء ومحديدت أولا هناك المساوات ما بين جميع المواطنين ثانيا حتى المساوات ما بين المجالات الجهوية المجالات الترابية سواء جهويا أو إقليميا أو على مستوى الجماعات المحلية طيب الآن الشباب منك يتوصلوا بالإشعار باستمارة دي الخدمة العسكرية فشنو الخطوة اللي خصوم يقوموا بها الآن الآن ابتداء من اليوم يعني أي شاب تصل بالإشعار اللي كيدعوه باش يعمر يخصون يدخل لإنترنت الحاسوب دياله الخاص أو أي حاسوب آخر يدخل للموقع إلكتروني www.jnit.me اللي تكرتوا في تقرير ديالكم وبالتالي يعني يمشي يعني يدخل لهذه الموقعتها وبدا يعمر البيانات الخاصة به اتلاق المعطاية الشخصية والبيانات ديالة بطاقة التعريف وطنية ومدكر رقم الإحصاء اللي عنده في الإشعار باش يدخل باش يتفتح له الورقة الخاصة بيستفحى الخاصة به من أجل يعمر مختلف البيانات اللي مطلبه منه هذا الشاب هذا خصو يكمل هدك البيانات كاملة ويتأكد من صحة المعلومات بصحة المعلومات ويأكد الإشهاد بأنها صححة وبالتالي ركيت من ليسالي ركيت كياخد واحد الوصل وكيجيه مباشرة اللي ممكن يقوم بتحميل دياله وكما أنه كيتوصل بوصل آخر عن طريق الموقع الإلكتروني اللي كيعبه داخل الموقع طيب سيبنا دي والشباب اللي توصلوا بالإشعار للملأة الاستمارة دي الخدمة العسكرية هما اللي معنين بأداء الخدمة العسكرية أم أن هذه العملية كتهم أي شاب يعني كتوفر فيه الشرط المطلوبة هناك العملية ديال الناس اللي كتسمهم للإشعارات ولكن القانون تيفتح المجال للأشخاص الآخرين اللي كتوفرن في الشرط القانونية سواء كانوا رجال أو نساء ولكن يكون فيه شاب ما بين 19 و 25 سنة وتكون فيه الشرط القانونية اللي باش يعني دي الخدمة العسكرية يمكن له يتقدم طواعية ويدخل يعني يطوع باش يدير الخدمة العسكرية من خلال هاد الموقع اللي قلناه يقوم بنفس الإجراءات بحل و بحل السيد اللي جاتوا الإشعار إنما يعني هو هاد السيد هذا كيتشجل في قاعة كيتشجل في قاعدة المعطايات كيدخل وبالتالي يعني يقدر يطلع هاد المرة يقدر يطلع في المرة جيابي بمعنى أن الناس اللي ما تلعوش هاد المرة مش يمعنى أنه ما غديش يطلعو ولكن حيث كياخدو فقط الفوج العدد اللي يخصف الفوج بمعنى أنه كيدخل قاعدة المعطايات وتيبقى كيستنى الدور دياله ويمكن يتخذ هاد المرة يمكن يتخذ المرة الجيئة في الفوج المقبل طيب سيد عبدالي بالنسبة للشباب اللي تعذر عليهم أنهم يستفدوا من الخدمة العسكرية يعني في أولا شنو المسطرة العسكرية من اللي كان قوله يتعذر عليه بمعنى أنه بهم مانع إما عجز دبي أو بداني إما عنده كتاب الدراسة دياله إما هو معي الأسرة إما سبب الأسباب القانونية فهذا الحالة هذا يعني تيخص هاد الشاب هذا أولا يعمر الاستمار دياله داخل الموقع الإلكتروني يعني يعني أنه توصل بحد إشعار خصوة يعمره ثم آنذاك يعني يقوم بتكوين واحد الملف ديال الإعفاء هاد الملف يخصو يعني يحطو لدى السلطة الإدارة المحلية خلال واحد الأجل ديال العشرين يوم من تاريخ من تعبئة الاستمارة في الموقع الإلكتروني هاد الملف هذا خصو يعني يدعم بإحدى الوتائق اللي كتبت أو البوتائق اللي كتبت إحدى الحالات ديال هاد الإعفاء إذا كان سيد عز بدني فتيخصو يجب تقرير طبي من المشتفى من الطبيب في المشتفى العمومي المؤهل لهذه الغاية أو اللي إذا كان كيتاب دراسة يجيب شهد دراسية من الجهة المؤهلة سواء كان تقرير في التعليم العمومي أو التعليم الخاص أو التكويل المهني إذا كان سيد معيل الأسرة فتيقدم ملف بهذا الشكل هذا من هذه الملفة هذه لدى السلطات المحلية كيتحال على واحد للجناء اللي كتكون بمقر الإقليم في معيدين محتد لدراسة هذه الطلبات الإعفاء والسيتناء نعم فيما خص الإسيتناء بالفعل هذا السوء الوجيه هناك أشخاص معفيون لهذه الأسباب المذكورة أما المستنون فهما لسنهم القانون باش ما عندهم مش لحق يدخلوا يديروا الناس يصدرت في حقهم عقوبات جنائية أو الأشخاص اللي سبق لهم يعني تحكموا بعقوبة أكثر أكثر من سيطة أشهر ما لم يرد لهم اعتبارهم طيب سبع الخدمة العسكرية أيضا تجربة عندها واحد القيمة مضافة فيها كيفما كتعرفوا عدد من التكوينات فنسألكم إلى أي حد ساهمت الخدمة العسكرية في تأهيل الشباب باش يولجوا سوق الشغل والإندماج نعم الحمد لله نوع تجربة ديال فوجين منذ انطلاق الخدمة العسكرية في الصيغة الجديدة ديالها مؤخرا فاللي قد نقوله والمجندين هم أكتر اللي حسن بهذه تجربة هذه لأنه شكلت لهم واحد الفرصة متميزة اللي من خلال هذا يعني تلقوا بعض الدروس وبعض التجارب اللي انفعتهم في حياتهم الشخصية والمهنية خلال هذه المدة تجربة المدة الخدمة العسكري اللي كانت تمتد 12 سهر بما فيها التكوين العسكري والتكوين المهني يعني كيتلقى هذا الشاب مجموعة ديال التكوينات كل واحد حسب التخصص دعوه في مجالات متعددة كيتشرفوا عليها أطور كفأة متخصصة اللي كتأهلهم باش يشدوا في الأخير هذا الشاب هذا بعد التكوين يشدوا شواهد معترف بها اللي كتأهلهم باش يولجوا سوق الشغل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في مؤسسلات المدينية أو في مؤسسلات العمومية سواء من العسكرية أو الأمنية أو غيرها والدليل الكبير من خلال الإشهارات اللي كنتو دوستو في السنوات الماضية شدتوا واحد مجموعة ديال الشباب اللي يولج للمؤسسة العسكرية أو للدرك الملكي أو القوات المساعدة أو غيرها من القوات الأخرى وكذلك الشباب اللي يدخل للقطاع الخاص ومنهم الشباب اللي داروا مشاريع خاصة بهم وانتمنى وان شاء الله غدى واحد من دوستو اللي دار مشاريعه الصغير يكبر ويكون المقاولة ويكون نموذج لهذا السبب اللي غير يجي في القريب العجل ان شاء الله ان شاء الله سيد عبدالصدق بن عدي الكاتب العام مدري العام لشؤون الداخلية بوزارة الداخلية شكرا على كل هذه التوضيحات شكرا سيد مرحبا ضمن تقارير نهاية السنة نتوقف اليوم مع ورش الطاقة المتجددة ورش يمضي فيه المغرب قدما عبر عديد المشاريع نتحدث عن الطاقة الشمسية والريحية وتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر رؤية ملكية تراهن على الانتقال الطاقي والاهدف عديدة تعزيز سيادة المغرب في المجال الطاقي تقليص التكلفة التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة المغرب نموذج طاقي رائد ضمن تقرير إيمان سلاوي في مملكة تنمية المستدامة تتجسد رؤية استشرافية متطلعة إلى المستقبل ولأن الطاقة الجديدة هي صمام أمان للشعوب فإن توجه المغرب كان قبل سنوات إلى اعتماد الطاقة الشمسية بمشاريع متوازنة وبخطة واثقة تجمع ما بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والهدف إرساء أندمة إيكولوجية باعتماد سياسة طموحة ومخطط لها جيداً الاستراتيجية الطاقية في بلادنا اقتصاد أخضر مستدام تبناه المغرب منذ سنوات ليتموقع كعملاق إقليمي بل صار رائداً في مجال الطاقة المتجددة قارياً تطمح المملكة إلى تأمين حوالي 52% من احتياجتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة في أفق 2030 استراتيجية طاقية رسمت معالمها رؤية ملكية طموحة أعتقد أنه بفضل جلالة الملك المغرب اليوم يحضر بثقة كبار المتعملين في مجال الطاقات المتجددة والمغرب رائد أفريقياً ورائد حتى في المنطقة المتوسطية بفضل توجيهة سامية صاحب الجلالة حفظه الله المغرب انخارت في 2009 فأحد المشروع هيكالي كبير لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وهذا اللي جعلنا بأنه الآن 37% من الطاقة الكهربائية التي تنتجها على سعيد الوطني هي من التجيب من الطاقات المتجددة وأيضاً جعل بأنه تبعية طاقية تزلنا من 97.5% إلى 90.5% في الثاني والعشرين من وينبير من هذه السنة جلسة عمل خصصة لتطوير الطاقة المتجددة والأفاق الجديدة في هذا المجال ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جلسة العمل هذه ترصد تتبع المنتظم لجلالته للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقة المتجددة وذلك لتسريع وطيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت وفتح الباب أمام التنفسية المتصاعدة للطاقات المتجددة ولسيما في مجال تحلية مياه البحري والقطاع الواعد الهيدروجين الأخضر المغرب تشتغل على الطاقات الكتلة الحيوية لابيوماس تطوير هذا الطاقة هذه وهذا يكون إيجابي جدا وأيضا فيما يخص المنصات الصناعية تهيئة نحاوله المغرب يحاوله ويقومه بتعبئة الطاقات الشمسية إلا استطعنا أننا نوصله 52% ولا حتى 80% كهدف من الطاقات المتجددة سنستطع أننا نتكلموا لانخفاض دين البيعاتات في القطاع الطاقي هناك أيضا الفلاحة الفلاحة كيف تتعرفوا أن الفلاحة فهي مسؤولة كذلك القطاع الفلاحي مسؤول عن البيعاتات بشكل كبير تقرير ما يناهز 30% من البيعاتات فهي مرتبطة بالنشط الفلاحي تهدف الاستراتيجية لنجع الطاقية أربعة قطاعات مستهلكة للطاقة وهي النقل الذي يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة البناء ب33% واصطناع بها 21% والفلاحة والإنارة العمومية ب8% وتشمل هذه الاستراتيجية ما يقارب 80 تدبيرا وتستهدف هذه القطاعات حيث ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20% في أفق 2030 ومن مراكش ينضم الينا الاستاذ من بنونة استاذ التعليم العالي والخبير في المجال الطاقي مساء الخير سيدي مساء الخير وشكرا على الدعوة مرحبا منذ سنوات سبنونة جلالة الملك أرسى معالم رؤية استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة اليوم كتجسد عمليا في عدد من القطاعات والمحطات نرجع مثلا النومبر الماضي لإدعاف جلالة الملك التسريع واتيرة تطوير الطاقة الشمسية والريحية من أجل يعني تعزيز سيادة المملكة الطاقية فأنسو لكم فين أوصل المغرب في مسلسل دي الانتقال الطاقي مسلسل دي الانتقال الطاقي يعني غادي بشكل إيجابي أولا كان بعض الأرقام ما كيعرفوه هاش العموم أن 94% من الطاقة المنتجة في المغرب اليوم متجددة متجددة مشي معنى ولكن للأسف المغرب عنده تبعية طاقية اللي هي 90% معنى بأنك نجيبوا مواد أحفورية لحاجيات دينا 90% يعني كتبقى غير 11% اللي كنغطيوها بالطاقات المتجددة ولكن الحاجيات ديال المغرب ديال الطاقة النهائية كتحتوي على 40% من الكهرباء وهذا 40% اليوم لدينا 20% منها من مصادر متجددة والمنتظر أنه في 2030 نوصله نوصله 52% من ما كان محتمل في 2008 نوصله ليه في 2030 يعني 24 ألف ميجاوات الحقيقة الحقيقة هو أن المغرب ما غديش يوصل لحاجيات دي 24 ألف ميجاوات في 2030 هديك تكون حاجتنا غير بين 16 و 17 ألف ميجاوات و لحسن حظنا عندنا صاحب الجلالة صهر على كون هذا البرامج تنفذ والأرقام تحترم والأهداف تنفذ لأن حسن الحظ يعني على رأس دولتنا عندنا شخص اللي هو يعني داوم فوق فوق الحكومات وفوق الوزراء بحيث أنه هذا الاجتماع هذا الاجتماع الآخر قام به دي المتابعة دي التقاشمسية هذا الوزير الرابع أو الخامس اللي كتكون معها هذه المتابعة هذه يعني في هذا الميدان هذا بالضبط قضية الدوامة دي المتابعة مهم لأن الحياة دي الوزير في الغريب كتكون أقل من خمس سنين يعني الحياة السياسية طيب نبقى معكم هنا السياق هذا أهم شيء بالنسبة لنا طيب المغرب عنده كيف مما تفضلته عنده رؤية عنده طموح وكذلك عنده إمكانيات وعنده مكتسبات كبيرة اللي تحقت بفضل العناية الملكية كيف مما قلته في هذا القطاع دي التقات المتجديدة والاقتصاد الخالي من الكربون إلى استحضرنا التجارب الدولية اللي كان لحد الآن فشنو الأفاق اللي كتتيح هذا الرؤية للمغرب والمغاربة على المدى المتوسط وكذلك المدى البعيد أيضا عندنا المدى البعيد المدى البعيد هو في أولا واحدة تاريخ اللي هو 2030 لأن 2030 لدينا أهدف أهدف معينة خصنا نوصل لها والمدى البعيد هو 2050 لأن بعد 2045 هذه المولدات الفحمية اللي عندنا في المغرب في الجرف الصفر وفي في جرف الصفر وفي أسفي غدي تكون العقدية ديالهم انتهت وخصها تعوض بحاجة أخرى وأما بالغاز الطبيعي إلى القيناة الغاز الطبيعي من هنا لتم في المغرب أو يمكن مولدات نووية غدي نشوف من هنا لتم مدبرنا حكيم ولكن على المدى المتوسط غدي تكون عندنا واحد الوسيلة ديال تخزين الكهرباء في جنب سد عبد المؤمن اللي غدي تسمح في الساعة اللي غدي يكون الفائد ديال الانتاج غدي تخزين الكهرباء في هدف ضاية ديال الماء وغدي يتم إعادة إنتاج الكهرباء في الساعات اللي هي لها طلب كتير وغدي نجي ودبل وكين مشاريع أخرى من نفس الشكل في السنوات المقبلة ولكن نتكلم على المدى القصير والأحداث اللي هي قريبة لنا مثلا السبوع السابق هذا الحكومة صادقت على 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 قانون اللي هو قانون ديال الانتاج الداتي باش يصبحوا المواطنين والشركات والتجارات كتنتج الكهرباء أو جزء من الكهرباء اللي كتستهلك لنفسها يعني فوق السطح أو فوق في الحدائق ديال ديال هاد المستهلكين يصبحوا عندهم الواحي تمسية اللي كتنتجوا بها جزء من ولكن للأسف سبغة اللي تعطات هاد القانون هادا فوجهة نظري أنا كمواطن هنا مشي كخبير هنا المواطن اللي كيتكلم أظن أنه غير مطابقة مع تسريع تسريع المشاريع لهذا ديال الطاقة المتجديدة في المغرب هي عنده عنده واحد سيبغل اللي هي بغاة تراقب وتقنن ولكن ما كينش تسريع والتنشيط وكين ذاك الكلمات الإيجابية اللي كنسمعها فم صاحب الجال الله ينصره ولكن هاد القانون هادا ما غديش يتطبق بالمداب ربع سنين وعن كين آمال نغيره من هنا لتما إن شاء الله شكرا لكم أستاذ من بن نونة أذكر أنكم أستاذ التعليم العالي وخبير في المجال الطاقي حديثنا عن إنجازات المديري العام للأمن الوطني برسم السنة التي نودعها نوصله اليوم في شقه المتعلق بالتوظيف وتكوين موظفات وموظفي الشرطة وعددهم اليوم يناهز تسعة وسبعين ألفا عبد الحميد جبران أهمية بالغة توليها المديرية العامة للأمن الوطني للجانب المتعلق بالتوظيف والتكوين والهدف الرفع من كفاءة ومهنية مختلف الأجهزة والتخصصات الأمنية واتسمت سنة ألفين واثنين وعشرين بالعودة التدريجية لتطبيق النظام الكامل للميثاق الجديد للتوظيف والتكوين بعد انقضاء فترة الجائحة الصحية التي فرضت تعديلات على نظام الامتحانات المهنية وبرامج التكوين داخل المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له وشهدت هذه السنة تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر موظف شرطة في مختلف الرتب والتخصصات وهي المباريات التي جرت ترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت مع توسيع نظام الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزيونية ووسائط الاتصال الحديثة وكدر جرائد الوطنية بما يضمن تكافؤ الفرص وخلال السنة 2022 استفاد أزيد من ثلاثة عشر ألفا من موظفي الشرطة من برامج التكوين المهني سواء بالنسبة للتكوين الأساسي للملتحقين الجدد أو التكوين المستمر لباقي الموظفين فضلا عن التكوين التخصصي في عدد من الجوانب التقنية الدقيقة كما شهدت سنة ألفين واثنين وعشرين مواصلة التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي من خلال الثمانية وثلاثين دورة تكوينية استفاد منها ما مجموعه سبعمائة وسبعة وسبعين موظف شرطة من المغرب وخارجه كما عملت المديرية العامة هذه السنة على تدعيم البعد الحقوقي في برامج التكوين بفضل اتفاقية للشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهود ترموا الرفع من كفاءة التكوين والتدريب لموظفي الأمن الوطني البالغ عددهم حوالي ثمانين ألف شخص رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعرب عن اعتزازه بالتشريف الذي خص به جللة الملك أعضاء المنتخب الوطني الذين شاركوا في نهاية كأس العالم التي أقيمت بقطر اعتزاز جاء خلال اجتماع المكتب المديري لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس نتابع لابد أن نتقدم بأخلاص التهاني وتبركات لجلالة الملك نصر الله على العناية التي أحاط بها الفرق الوطني قبلها وخلالها وبعدها المنديال نتع قدر فأريد أن أوضح لكم بأن جلالة الملك نصر الله كان هو الدائم والمساند الأول للفرق الوطني كما قلت لقبل تذهب إلى قطر أولا خلال الإقامة منتعنا في قطر حيث كان جلالته في اتصال مباشر ودائم مع أعضاء الفرق الوطني مدرباً ولعبين لتشجيعهم واحتهم على بدل المجهودات الضرورية حتى يكونوا في مستوى تطلعات جلالته وفي مستوى تطلعات الجمهور المغربي والكل شاهد الاستقبال الذي يحضي به الفرق الوطني من طرف جلالته حيث أعتبر حدثاً تاريخياً سيبقى راسخاً في تاريخ الكرة الوطنية وفي تاريخ الرياضة المغربية إذن وبكل صدق وأمنة فالفضل فيما نحن فيه اليوم وما وصلنا إليه اليوم بعد سبحانه وتعالى يرجع ويعود إلى جلالته الذي كما قلت كان داعماً رعياً للعبين وللرياضة بصفة عامة وللشباب في مختلف أنشطته نقاط عديدة تناولها المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اجتماعه يوم أمس في مقدمتها قرروا عدم المشاركة في منافسة الشان بالجزائر في حال رفض طلب السفر عبر رحلة مباشرة وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية تسا مدرس بعد أن طويت صفحة مونديالي قطر تاركة إنجازاً تاريخياً للمنتخب الوطني سيبقى محفوراً في الأذهان لسنين طوال كان لابد من جرد الأحداث والوقوف عند أبرز التحديات التي تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في قادم الأيام خاتمة مونديالي قطر هي بداية الطريق أمام كرة القدم الوطنية من أجل التألق ووضع القطيع مع نهج التعطيل السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي بداية اجتماع المكتب المديري قدم جزيل الشكر للمنتخب الوطني وأعضاء البعثة التي رفقت الأسود إلى قطر على المجهودات وروح المسؤولية التي تحلوا بها كما قدم الشكر أيضاً للجماهير المغربية التي شكلت سنداً قوياً ونالت إعجاب العالم باسمكم جميعاً أن نحيي الجماهير الرياضية التي اعتبرت وتعتبر من بين الأحداث التي ميزت حضور الفريق الوطني في قطر وشاهدنا جميعاً كيف أن الفريق الوطني في كل مباراة كان عندنا شعور بأننا تلعب في أحدى الملعب المغربية وهذا بشهادة الجميع وباعتراف مختلف الفاعلين داخل أجهزة كرة القدم العالمية هي مرحلة جديدة إذن تتدخل فيها جميع المكونات لاستثمار وتطوير هذا الإنجاز فيما يخدم مصالح كرة القدم الوطنية إفريقياً وعالمياً طبيعة الحال حضور نتعانى في كأس العالم المتميز والصورة التي وصلت لها الكرة الوطنية اليوم تقتضي منا أن نضاعف المجهودات وأن نعمل في نكران اللي بدات بكل حزن وبكل وطنية الاجتماع فتح باب النقاش حول تداعية أزمة التذاكر والمتاجرة الغير مشروعة فيها بأرقام فاقة الخيال وجعلت الجماهير المغربية في قطر عرضة للإبتزاز السيد فوز الأقجع توعد بالبحث والتحقيق وإدانة كل من ثبت تورطه في هذه القضية أنا عندي مجموعة من مجموعة من التقارير في هذا الشيء قد نكون واحد اللجنة إلا كنت يوم تفقين اللي فيها السادة القضاة منتعنا اللي كيترأسه اللجان القانونية وفي ضرف واحد العشرة للأيام غير يطلعوا على التقارير وغير يجريوا التحريات منتعهم اللازمة وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذكر منتع المباريات لن يجد بعد العشر من يناير إن شاء الله مكانا ولا مجالا في كرة القدم لا من من الأقسم منتعه منتعه إلى على المستويات معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لا اختصص في الموضع ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع هي مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين والتي ستصدفها الجزائر مشاركة ستكون مشروطة بقبول مطالب المغرب بخصوص تأمين المنتخب عبر فتح المجال الجوي باستقبال طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية النقل الرسمي للمنتخب عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط صوب الجزائر وفي حال رفض الطلب لن يشارك المنتخب الوطني منافسة كأس العالم للأندي التي يصطدفها المغرب شهر فبراير المقبل شكلت محورا أساسيا في الاجتماع ادعى السيد فوز الأقجاع الجامعة الوصية بتكوين لجنة تنظيم محلية للوقوف عند التفاصيل الدقيقة لهذا الحدث المتميز الذي يعد فرصة لإبراز مؤهلات المملكة اللوجستيكية والتنظيمية بعد الإنجاز الغير مسبوق للمنتخب الوطني في مونديال قطر أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحديات كبيرة للحفاظ على هذا النسق التصعودي لمرحلة تتطلب تكاثف جهود الجميع لتطوير اللعبة الأكثر شعبية ببلادنا عضو البرلمان الأوروبي وزير الداخل الفرنسي الأسبق بريس أورتوفو يوجه سؤالا مكتوبا إلى المفوضية الأوروبية يشير فيه إلى وجود صلاة بين ميليشيا البوليساري والجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء وقع هو اليوم تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي عمد مسمير نبه عضو البرلمان الأوروبي ووزير الداخلية الفرنسية السابق بريس أورتوفو المفوضية الأوروبية إلى احتمال وجود صلاة بين جبة البوليساري والانفصالية والجماعات الإرهابية وأشار أورتوفو في سؤال مكتوب وجهه إلى المفوضية الأوروبية إلى تدهور الوضع في منطقة الساحل والصحراء خلال السنوات الأخيرة مما يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي مبرزا أن غياب السيطرة في المناطق الواقعة تحت نفوذ جبة البوليساري الانفصالية بتندوف سيستغل من قبل الجماعات الإرهابية وأشدد على احتمال وجود تواطئ بين جبة البوليساري الانفصالية والجماعات الإرهابية مشيرا إلى احتمال توفير الجبهة الانفصالية للأصلحة والدعم اللوجيسي لهذه الجماعات ويشار إلى أن العلاقات بين جبة البوليساري الانفصالية والجماعات الإرهابية ليست بالأمر الجديد بحسب البرلمان الأوروبي فمؤسس تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى أبو وليد الصحراوي كان مقاتلا في جبة البوليساري الانفصالية كما أنه تم سنة 2011 اختطاف ثلاثة عاملين في المجال الإنساني بالاتحاد الأوروبي من طرف تنظيم داعش في تندوف مما يؤشر على تسهيل مرور الإرهابيين عبر المناطق الخاضعة لسيطرة جبة البوليساري الانفصالية وأعرب الوزير الفرنسي الأسبق عن قلقه إزاء المبالغ المالية الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لجبة البوليساري الانفصالية كمساعدات إنسانية داعيا إلى تتبع مصار هذه الأموال مع اتخاذ إجراءات محددة للتعامل مع الصلاة المحتملة بين الجبة الانفصالية والجماعات الإرهابية اعتبارا من العشر من يناير المقبل سيتم إدراج كل من الأردن الهند واتيمال وأزريبيجان ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشير الإلكترونية بناء على جنسياتهم قرار تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمة بالخارج أنه يأتي تماشيا مع الجهود التي تقوم بها المملكة على الصعيدين الوطني والدولي والرامية إلى رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية لسيما تلك المتعلقة بالعمل القنصلية تفاجأ المرضى المصابون بقصور في الغدة الدرقية خلال الأيام الماضية بغياب دواء ليفوتيروكس عن الصيدليات وعديد منهم يخشون اليوم مضاعفات صحية جراء ذلك غياب تنفيه وزارة الصحة والحماعية التي تؤكد أن المخزون الوطني من هذا الدواء كاف لعدة أشهر عبر ملوكي وحمز السيح ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مشكلة انقطاع دواء الغدة الدرقية ليفوتيروكس بدون سابق إنذار من الصيدليات وضع يهدد بتفاقم الحالة الصحية للعديد من المرضى الصيدليات الصيدليات الصيدلة يعزون غياب هذه الأدوية إلى مشاكل تصنيع وعدم وجود أدوية جانيسة تحل محل نظيرتها الأصلية هذا كيكون المشكلة راجع لمختبرات المصنعة فهي كتشتكي من قلة المواد الأولية باش تصنع هاد الأدوية هدا سبب الأول كين سبب تاني وهو ما عندناش أن صنداج نسبات الناس اللي كي ياخدوا هاد دواء فملي كان قولوا مثلا ليفوتيروكس كم عدد السكان لي في المغرب لي كي ياخدوا هاد دواء باش يكون دائما عندنا واحد البلانينج كنعرفو بي أنا واحد العدد الناس كي ياخدوا في الشهر باش المختبرات المصنعة كيكون عندها شحل خصية توجد للناس وهذا من جهتها أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أنها تتوفر على مخزون كاف من دواء ليفوتيروكس يناهز أربعة ملايين قرص في مختلف المندوبيات الإقليمية للوزارة كتطمأن المواطنات والمواطنين اللي كيستعملوا دواء ليفوتيروكسين بأن هاد الدواء متوفر في السوق الوطني وبأن المخزون الوطني كافي لعدة أشهر بالموازلت مع ذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتتوفر على مخزون كيناهز ربعات المليون قرص اتخاذ إجراءات مستعجلة لتوفير هذا الدواء وجعله في متناول مستعمليه بالإضافة إلى تطوير استعمال الأدوية الجانيسة ببلادنا يعد ضرورة قصوى اليوم وغدا تتوقع المدير العام للأرصاد الجوية في نشرة انذارية أمطارا محلية قوية ورعدية تتراوح بين 30 و60 مم في كل من بجدور وواد الذهب وأوسرد ورياحا قوية من 70 إلى 85 كم في الساعة بكل من بجدور وواد الذهب العيون طرفاية واسمارا أزيد من 90 من مربي الماشية بإقليم ششاوة استفادوا من الأعلاف المركبة المدعمة عملية تندرج في سياق التدابير المتخذة للتخفيف من آثار قلة تساقطات المطرية والحفاظ على تزويد منتظم للأسواق بمادة الحليب والعملية متواصلة كما نتابع في روبرتاج أمين علام والمعتصم بلالبوأساوي هي واحدة من الشحنات المحملة بالأعلاف المركبة المدعمة والموجهة لفائدة مرب الأبقار الحلوب ضمن التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباس بتعاون مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحلب نحن هنا بجماعة المزودية باقليم ششاوة حيث كان لهذا الدعم الأثر الكبير في التخفيف على الكسابين من الأعباء المالية لاقتناء هذا النوع من الأعلاف وبالتالي الحفاظ على إنتاج مادة الحلب بعد الاستفادة من الشطر الأول تتواصل عملية تزويد مرب الأبقار الحلوب بإقليم ششاوة ضمن الشطر الثاني بالأعلاف المدحمة بكمية تناهز 25 ألف قنطار عملية تراعى فيها الجودة من خلال مواكبة ومراقبة المصالح المعنية بالنسبة لإقليم ششاوة في نهاية هذه العملية إن شاء الله سيستفدت أكثر من 90 قساب ومنتج للحليب بواحدة كمية التي تدفق 25 ألف قنطار دي الألف مركبة وتنخصوه بذكرنا بأن هذه العملية تتقام بحضور المكتب الوطني المكتب الوطني للسلامة الصحية لمتاجات الغدائية التي يصهر على الجودة ديال هذه الأعلاف المركبة تمثل تربية المواشي نشاطا مهما بإقليم ششاو ومن بينها الأبقار الحلوب إذ يصل عدد هذه الأبقار بالإقليم إلى 14 ألف رأس بإنتاج سنوي يفوق 22 ألف طن من مادة الحليب السنة التي نودعها بعنوين عديدة على المستوى الدولي لعلى أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بذلالها ليس فقط على الجانب الإنساني والعسكري لكن أيضا على المستوى الاقتصادي عبر العالم الأزمة الروسية الأوكرانية في تقرير إبراهيم منزقي بلغت الأزمة بين دوسيا وأوكرانيا دروتها في أبريل من العام 2021 حيث بدأت روسيا في حشد قواتها على الحدود بين البلدين وطلبت بضمانات أمنية تلتزم بموجبها أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وخفض عدد ومعندات قوات الحلف في أوروبا الشرقية بعد ذلك جاء اعتراف مجلس الدوم الروسي باستقلال جمهوريته دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا ليعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يومين عن شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا إن التوسع الإضافي للبنية التحتية لحلف الناطو ومباشرة التطوير العسكري على الأراضي الأوكرانية لم يترك لنا خيار آخر لحماية روسيا وشعبنا سوى الخيار الذي أجبرنا على اللجوء إليها وبعدما توجهت دونباس إلينا لطلب المساعدة طبق لمعادة الصدقة والمساعدات المتبدلة قررت إطلاق عملية عسكرية خاصة هدفها حماية السكان وبعد خطاب بوتين توالت ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار من قبل الرئيس الأمريكي زو بايدن والأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ والعواصم الغربية المؤيدة لأوكرانيا أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فأعلن عن فرض الأحكام العرفية في كامل التراب الأوكراني وخاطب مواطنيه قائلا أعلن الرئيس بوتيناد الصباح عملية عسكرية خاصة في دونباس شنت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية وحارس حدودنا وسمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا لا تصاب بالدور نحن أقوياء نحن جاهزون لكل شيء ومنذ الإعلان عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا إلى اليوم خلفت المعارك في صفوف الطرفين آلف القتلى والجرح المدنيين والعسكريين وتحويل ما بين 15 إلى 30 مليون مواطن أوكراني إلى لاجئين وعلى مستوى البنية التحتية فإن عشرات المدن الأوكرانية ضمرت وطالت ضمار منشآت الطاقة الحيوية كالماء والكهرباء وعلى مشارف انتهاء العام الحالي ودخول العام الجديد ولا يبدو الحل السلمي قريبا في الأفق والدليل حدثان بارتان الأول زيارة الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي إلى واشنطن ولقائه الرئيس بايدن الذي أكد استمرار دعم بلاده والحلفاء لأوكرانيا في مواجهة روسيا والحدث الثاني هو أهم اجتماع يعقده الرئيس بوتين مع قادة العسكريين وتزامن مع لقاء بايدن زيلنسكي في واشنطن ووعد بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا وأخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة مع عبدوهاب كاراتي ارتفع عدد ضحايا العصفة الثالجية التي ضربت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة إلى 63 قتيلا على الأقل وأكد مسؤولون أمريكيون أن عدد القتل مرشح للارتفاع بسبب انخفاض درجات الحرارة وحوادث الطرق وانقطاع الكهرباء العصفة كانت أيضا وراء إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة وفي الفلبين ارتفعت حصيلة القتل جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى 25 قتيلا عشرات آلاف الأشخاص اجبروا على فرار من منازلهم بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة القرى والبلدات والطرقات السريعة وكالة الكوارث صرحت أنه ما زال 26 شخصا في عدد المفقودين وأن الجهود جارية لمساعدة الأشخاص المقيمين في المناطق الأكثر تأثرا بالفيضانات الصين تعلن عن انتهاء فترات الحجر الإلزامية عند الوصول إليها في الثامن من يناير المقبل وهو ما يعني التخلي عن سياسة صفر كوفيد إعلان أثار مخاوف العديد من الدول كالولايات المتحدة اليابان الهند وغيرها والتي أعلنت أنها ستعيد فرض فحوصات بيس اير إلزامية على المسافرين الوافدين إليها من الصين الدخلة محطة سادسة ضمن اللقاءات الجهوية التشاورية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهدف إشراك مختلف المتدخلين لإنجاح ورش التحول الرقمي بكر دليمي ومحمد يدس تأتي جلسة والإنسات هذه ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية الهدف إلى الاستماع وتجميع أفكار والأرى والإشراك في صياغة الإستراتيجية الوطنية لتحول الرقمية المبنية على تسريعية الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطبا رقميا إقليميا هذا شيء جاي في إطار إشراك المواطنات والمواطنين في صياغة الإستراتيجية الوطنية الرقمية اللي عندها ثلاثة المحاور المحور الأول هو أنه المغرب يكون عنده خدمات رقمية عمومية اللي يقدروا يستبتوا منها جميع المواطنين المحور الثاني هو أنه المغرب واللي بلد منتج الرقمنا المحور الثالث وأنه بغينا على أنه رقمنا يستبدو منها جميع جهات المملكة كما تندرج هذه اللقاءات التواصلية التشاركية أيضا في إطاره انخراط وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تنزيل تحول رقمي للمملكة يضع المواطن في صميم أولوياته وأهدافه اللقاء اليوم هو كان في إطار مشاورات التي تقوم بها الوزارة المنتدبة لدى رئيس حكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل تقديم الخطوط العريضة للسراتيجية الوطنية في مجال الرقمنا شاركت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدخل في هذا اللقاء حيث طرحت أهمية الموضوع وطرحت ما هي التكوينات اللقاء الذي خصص للتشاور والإنصات والذي عرف مشاركة عدد من الفاعلين بالجهة وممثل جمعيات المجتمع المدني يرم إدماج المرتفق في ورش التحول الرقمي وتذمين مساهمته والاقتراحات الفعالة سواء على مستوى التعميم الولوج أو الاستخدامات الرقمية أو على مستوى تطوير عرض الخدمات الرقمية تواصلت اليوم منافساته والبطول الوطني الاحترافية لكرة القدم في جولتها التاسعة المغرب التطواني استضاف حسنية أجادير واتحاة تورقة استقبل الشباب الرياضي السلبي خاليد رغوت بملعب سنة رمال بيتطواني مضيع فريق المغرب التطواني فرصة استضافته بميدانه وأمام جمهوره ليعود لسكة الانتصارات وذلك بفوز صعب ومهم على حساب ضيفه حسن زاقادير بهدفه لوحيد الفريق التطواني افتتح حسة تتجيل مبكراً مد تقيق الخامسة بداية اللقاء بعد حصوله على ضربة جزاء اترى لمس بكرة يد مدافع الحسنية صلاح مصدق ضربة جزاء كلفة بتنفيذها محمد سعود معلناً بذلك عن هدف التقدم لفريق المغرب التطواني في هذه المباراة بعد ذلك سيعوني المرة أخرى حكم اللقاء سامير القزاز عن ضربة جزاء هذه المرة لفائدات الحسنية في التنفيذ يوسف مهري لكنه يضيع أو بالأحرى تألق الحارس هشام المجهد أقل من ثلاث دقائق على ذلك سيلال جيد يوسف مهري الذي يروغ الدفاع والحارس ويوقع هذه المرة هدف التعادل لفائدة الحسنية ومعوضاً تضيعه لضربة جزاء خلال الشوط الثاني وفي الوقت الذي اعتقل فيه الجميع نلق سينتي بنتجة التعادل ليتمكن البديل عادل حسنوي من تشجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لفريقه المغرب التطواني وذلك في حدود دقيقة الثالثة من الوقت بدل الضاء منحاً بذلك فريقه المغرب التطواني ثلاث نقاط تمينة وذلك بعد ست دورات لم يضق فيها طعم الانتصار وبملعب مولاي الحسن بالرباط تمكن فريق الاتحاد الرياضي ترقي من قلب تأخره إلى فوز بهدفه لوحيد على حساب ضيفه شباب السؤال مرياضي الفريق الضيف شباب السؤال مرياضي كان والسباق لافتتاح حسة تشجيل منذ دقيقة التاسعة بواسطة اللاعب مصطفى ساد وذلك بعد استغلاله لضربة ركنيا ليهزم الحارس عبد الرحمن الحواصلي فريق الاتحاد الرياضي ترقي كان عليه انتظار حتى حدود دقيقة خمسين يتمكن من تعديل الناتجة من ضربة خطأ نفد أمين مريد واللاعب أيمن الديراني يوقع هدف التعدل بعد استغلاله لخطأ أمام مربع العمليات الحارس هشام العلوش هذا الهدف منحة تقة أكبر لفريق الاتحاد الرياضي ترقي حيث في حدود دقيقة خمسة وستين اللاعب أمين زحزوح يتمكن من توقيع هدف رائع من ضربة خطأ تازم الحارس هشام العلوش إذن هذا اللقاء ينتهي بفوز فريق الاتحاد الرياضي ترقي بهدفين لوحيد ليواصل بذلك تسلق صبورة تاتيب البطولة حيث يحتل الصف الثالث برسل 17 نقطة بكل طريقته في الاحتفال بإعياد الميلاد وطايلوند الاحتفال تشارك فيه الفيلة التي تشد الأنظار وهي تجوب الشوارع وتقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال تقليد سنوي يحرص عليه الطايلنديون لإدخال البهجة والسرور على قلوب أطفال المدارس يعطين مكساً تابعنا وياكم في هذه النشرة عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم سنة المقبلة تنطلق اليوم فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم من أجل وروج سوق الشغل والاندماج في الحياة الاجتماعية الدقات المتجددة استراتيجية تحظى بعناية ملكية سامية من أجل تأكيد رياضة المغرب الإقليمية والعالمية في مجال الانتقال الطاقي وحرص ملكي على تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بالقطاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعو لاستثمار الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس وتقرر عدم المشاركة في منافسة الشان بالجزائر في حال رفض طلب السفر عبر رحلة مباشرة وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد أن المخزون الوطني من دواء لفوتيروكس للمصابين بقصور الغدة الضرقية كاف لعدة أشهر والمرضى يتفاجأون بنعدامه في الصيدليات ترجمة نانسي قنقر